الحكومة تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المعمول بها على مستوى الدار البيضاء الكبرى بما في ذلك عملتي الدار البيضاء والمحمدية وإقليمين وصر ومديونة بالإضافة إلى إقليمي برشيد وابن سليمان لمدة أربعة أسابيع أخرى تبتدئ من يوم الأحدى 22 نومبر الجاري على الساعة التاسعة ليلا وأكد بلغنا للحكومة أنه سيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المنصوص عليها في البلاغ الحكومي الصادري بتاريخ 23 أكتوبر الماضي وكذا على جميع التدابير الاحترازية المعمول بها سابقا وأوضح المصدر نفسه أن هذه القرارات تأتي بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومية والتقييم المنتظم المنجزة من طرف لجان اليقظة والتتبع وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بدرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 19 اشتركوا في القناة